إذن من هو القيادي الذي فر وكيف وكيف فر؟ المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه العقيدة أز الدين الحاج علي بدر قائد الكمندس البحري أو وحدة الضفاضع البشرية التابعة لحركة حماس ويقال أنه هرب إلى إسرائيل عبر البحر بمساعدة سلاح البحرية الإسرائيلي لم يكن العميل الوحيد لإسرائيل في صفوف الحركة فالحركة أوقفت قائد كتائب القسام في حي الشجاعية بغزة محمد أبو عجوى بالإضافة إلى شقيقه بعد تورطهما في تلقي أموال من أحد العملاء ومواقع فلسطينية أيضا تحدثت عن حملة اعتقالات وتوقفات شملت قرابة 16 شخصا بعد توقيف هؤلاء القيديين إذن مشاهدين قصة أعادت قضية العملاء إلى السطح لكن لابد من العلم بأن إسرائيل روجت منذ الانتفاضة بأن لها أيادية خفية كثيرة وعملاء داخل فلسطين لكن دراسات ومصادر فلسطينية تؤكد أنها ظاهرة محدودة بعض هؤلاء يتم تجنيده تحت تهديد إسرائيلي باستهداف حياتهم أو أرزاقهم أو عائلاتهم فيما آخرون يتم تجنيدهم بإغراءات مالية في غزة تحديدا وفي إطار مواجهتها طويلة الأمد حقيقة تعتمد إسرائيل في الأغلب على أشخاص محليين يتعاونون معها لتحديد مواقع عناصر بارزة في حركة حماس وأيضا جناحها العسكري لكن هذه المرة المتعاونون هم عناصر وقادة من حماس ترجمة نانسي قنقر